ما هي توصياتك الزراعية فيما يتعلق بارتفاع الشتلات؟ أول حية عندي معدة كويسة اللي هي المجموع الجزري الحية الثانية عندي لما تجت الساق وما تجتها تخانة عدت ل 12 ملي 12 ملي من 11 إلى 12 ملي تخانة الساق تخانة الأصل نعم يتي بعد منها اللي هي تخانة الطعمة تبتدي معاك من 10 إلى 11 لعين ما تنتهي بتسعة ملي أو ستة ملي فدي مواصفات الشتلة الكويسة أنا كرايل مزارع أو كرايل شركة كبيرة من أكبر شركات الشرق الأوسط بوصي النهاردة أنا برح نتوج دي عشان أبتدي أصب العصارة وابتدي العود ورود معايا النهاردة وانا بزرع في الأرض المستديمة في الأرض المستديمة بابتدي على بعد 60 سنطي وجس ليه 60 سنطي عشان تبتدي العيوني لتحت إبط الورق والقمة النامية دي اتطلع لنموات عشان تربي الشايرة على أربع أفرة لأن الشايرة مش هدانها ساق واحد على أربع أفرة على أربع أفرة ودي إن شاء الله شحلة في الأرض الخارجية بمعنى أنا النهاردة عند الأصل بداية وش التربة هنا الأصلة هو منطقة التطعيم زهرة أنا عاوزة ربي شتلة أبتدي فين هنا وده بان عملي زرعتني الشتلة على كده إيه الفكرة من القصة دي بيبتدي العيون الساكنة دي اتطلع لنموات جديدة تبتدت ربي الشتلة على أربع أفرة تبق الشايرة على هيئة نصف كرة مجروطة وهذا كله على ارتفاع على ارتفاع بعض الطعمة وده الوضع الطبيعي في ناس بتسيب العود كامل وده من الصح لأن انت كده مش هتربي نباتها هتربي نباتها على ساق واحد أنا محتاجة ربي الشتلة من ثلاثة لأربع أفرة عشان تبق شايرة مسمرة ومنتجة إذن يا إخواني الكرام اسمعوا ماذا يقول الأستاذ محمد الأستاذ محمد يوجه المزارعين وأصحاب المشاتور وكل من يزرع الحمضيات بأهمية التقليم عند الزراعة عند الزراعة لأننا عند العيون دي ساكنة لعنده ساكنة مجرد ما اضرب بالماس كده تبتدي العيون دي تتشتغل معايا وفي شتلة عندي مجروطة هابتدي أجيبها ووريها لحضرتكم هاتلي شتلة من هناك يا أحمد بعد ذلك يعني نحن يعني يفترض على أصحاب المشاتل توجيه زبائنهم الكرام أنهم يعني ينتبهوا أن شراء الشتلات الكبيرة ما معناته هو الأمر الصحي الصحيح إنما شراء الشتلة ذات الطخانة معايا تخانة في الأصل تخانة في الطعمة ورقة صحية ورقة واخدة الطبيعي الوضع الطبيعي اللون كويس اللي هو اللون الهلسي ابتدأ أننا نوص عشان أبتدأ ربي هيكل للشايرة وعلى أربعة وعلى أربعة فرع من ثلاثة إلى أربعة على أساس الأربعة يبقى مسكين الاتجاه الكامل بتاع الشايرة من جميع الأربعة اتجاهات نعم فبالتالي أنا بأعمل غطاء أخضر وأبتدأ وأنا شغال أربي الشايرة على مراحل الثلاثة سنين الأولى بعد من الزراعة بعد التقليم هذا ونومه هذا انتخاب من ثلاثة إلى أربعة أفرع أيضا هلنقوم بعملية انتخاب انتخاب العود القوي اللي اتجاهه في اتجاهه صحيح العود اللي يطالع في الستوك أو في العمود الفرع الرئيسي على الشايرة بتشال على أساس أن الأفرع الأربعة يبقى متجهين في الأربعة اتجاهات بتاعت النبات ولو عود طالع مدي نمو خضري ممتد يحصل له عملية تحبيس بالمغص ده نبات حصل له قص من بعد شهر شفت أنت اتخانا لتجاهسك فين شفت النموات الخضرية رحها فين هبتدأ أنا أوجه الأفرع دي هتبقى أفرع رئيسية في النبات في الشاجرة مستقبلا أنتخب كل فرع في اتجاه يعني مثلا لتجاه ده ربّت الفرع ده في الاتجاه ده ربّت الفرع ده في الاتجاه ده ربّت الفرع ده هتبقى معايا ده ده هيتشال ده هيتشال وده هيتشال أهم اتشاله كده شوف بقيت إيه النبات هل ينصح أني أكلمه بأيدي والله بمكسف شف هو طاري لسه لسه يشتغل بالإيد عادي شفت النبات ادي فرعه تجاهه تجاهه وتجاهه وتجاه هنا وتجاه هنا. مختلف. شو بعد كام? شو بعد كام? ويفضل كمان انزل تحت. يفضل انه اكون تحت. انزل تحت. على هي البداية الارمعين سنتي اللي هي بداية العقدة التانية. واذي ان شاء الله. وضح لقضية العقد. واذي ان شاء الله برضو هشرحها لك في الارض على الشائرة المستديمة اللي هي شائرة محصول واللي الفدان بتاعها بوصل من ثلاثين لخمسة وتلاثين في الانتاج الخارجي. يباني عندي الاصل. نعم. بداية الطعمة هي. بداية الطعمة هي. في توفق بين الطعمة والاصل. نعم. الساق نفسه بسم الله ما شاء الله. عندي النموات الخضرية بدقة. لو انت جربت الكاميرا للصابعة هي. بدقة تشتغل هنا. يعني انا لو ضربت المغسن اهو. النموات هتطلع تربي من هنا. ودي التربية الصح. ان انا اربي على بداية اربعين سنتي من الطعمة. بداية اربعين سنتي. اربعين سمتي من الطعمة. من الهية دي. الهية دي. اربي اربعين سنتي. ويبتدأ ان انا اشتغل على اساس اربي الاربع افرع اللي فوق. فطبعا ديه نبات ما انفعش ان انا اربيها على اربعين سنتي لانه في المشتد. العميل عاوز الشاطلة الطويلة. بس دي فكرة مش كويسة. احنا النهاردة شغلين في المشاتل من تلاتين سنة. خبرة تلاتين سنة مساحات مهولة زرعت في الشركة. اه اكبر شركات في مصر شغلة من عندي. في شغال برضو تزدر للسعودية. فالهدف كله انني اش اواء عملية هي عملية توعية. توعية للمستثمر. ازاي ربي الشتلة? لان معظم المحصول بتاع الحمضيات في الحجر من تحت. او في 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 جنب الشريرة من تحت. واذا ان شاء الله هنطلع هناخد نبازات صغيرة في في الارض الخارجية. نوري كل صنف بالانتاج بتاعه بالصمر بتاعه فيه. في مشاريع دالتكس تعلمنا من الاستاذ محمد بعض النقاط المهمة انكم كاصحاب مشاتل توقيه زبون. لما يزرع هذا الشتلة وان علت في الارتفاع. فانه يرجعها. بالضبط ما مهم الطول. اهم شي تشوف سمك الساق. لما نتكلم عن سمك الساق. نتكلم عن اول شي سمك الاصل. تلاحظ اول شي سمك الاصل. بين مكان التطعيم. خلا نشوف واحدة حتى انها تكون صورة واضحة. عند المتابعين الكرام. بمعنى اخر ايوه هذا الشتلة جدا واضحة. وهذا الساق مازن. ايوه. قبل السمك القذور. القذور. ايوه. شوف الشتلة كيف. معناته القذور ضاربة. يعني نقطة ثانية الاصل. هيوه. اول شي ايش الاصل المستخدم. تمام. اه نوعية الاصل. اه متن او سمك الاصل. فتشوف هذا السمك جدا ممتاز. نعم. بعدها نروح على مكان التطعيم. شوف مكان التطعيم. في توافق بين اصل الطعم وبين الطعم. بالضبط. مكان التطعيم ظاهر جدا شوف واضح. وبعدين نتابع. شوف نفس الشي. حتى سمك التطعيم جدا ممتاز. نعم ممتاز. ايوه. الحين هما يعني من التوصيات الزراعية اللي سفدنا منها من السادة محمد. انه لما تزرع هذا الشتلة على الارض المستديمة. نوسط الزبون انه يقلمها على ارتفاع. بالضبط. اربعين سمتي بعد الطعم. بعد موقع التطعيم. بعد هذا الارتفاع. يعني انك هنا. بالضبط. يتيجي واتقلم. انجي ونقلم على هذا الارتفاع. الحين العيون بتطلع من هذه الاتجاهات. يعني المفروض هذه الهيئة تكون في الارض المستدعمة. تقريبا هذا. ايوه. هتبتدت ربي الاربع افرع بتاوتها. بضبط. انه هو الهيكل. انه هو على الاربع تجاهه. واذا اللي بحصل الزراعات في مصر ويدي ناجحها بنسبة مية في المية. اذا عملية انتخاب الافرع النامية. نختار منها من ثلاثة الى اربعة. بكل واحد الى اتقاه معين. وهذه هي الشتلة. مصيرها لك الطول كله. كله تقصه. كله راحت. اذا يا مازن. هذه هي اعتقد التوصيات الموصى بها. بالضبط. في المشاتل. لا يغرك الطول. تشوف شتلة طولها مترين. ثلاثة متر. ما شفايلة. ما شفايلة. تأخذها. ولو خضيتها. خضها ووقت ما تزرعها. قصها على اربعين سنتي من وفوق التطعيم. كده عشان انت تربي الشتلة. من الاساس من الفونديشن. على ثلاثة او اربعة تفرع. بمعنى اخر اخوان الكرام. الشتلة وان على تحل الارتفاع. فهذا لا يعني انك تقود عقها في الارض. على اساس انك بغى توصل الى السماء. الشتلة تقلم. تقلم على هذا الارتفاع. مثل ما شاهدته. مازن ذكر للارتفاع. لهو اربعين سمتي من موقع تطعيم. وبعد ذلك يتم انتخاب الافرع النامية بهذا المكان. بمعدل ثلاثة الى اربعة. وكل واحد باتجاه معين. وصل الله وبارك. ولا تتم وتزرعه. شتلات وانتوصل السماء. لانها ماشا فايدة. وهذه الشتلة لهم. بحيث تربيها انت الشجرة على شكل يعني افقي. نعم. ثلاثة اربعة تفرع وتقلم وتقلم. الفترة الزمنية ان شاء الله ديت خلال من الخلاصة العشرين يوم. حتبتد تنفس العيون الجديدة. وتبتد توجه فيها على الفترة اللي بعد الزراعة ان شاء الله. تبارك رحمة. اللي هي النموات الجديدة للتوبة زيدي. ترية الغد. دي اساس النبات بغا وهي دي اللي احنا بنغمب عليها الهيكل التعملات. جزاكم الله خير. ترجمة نانسي قنقر